موسيقى انا بدي اسألك حول السياسات مستمرة الإسرائيلية مستمرة التأثير على هوية المدن الساحلية العربية والفلسطينية اولا في نقطين لازم نفكر فيهم في القونة هدفها الضبط التخطيط هدفه التنمية في منهجية التفكير في فرق بناتهم القونة بمفهوم الضبط يعني بتمنع وتأجزر أو بتنظم أوقات بس مش هون أو التخطيط كمان هو يأسها من أجل ينظم ويبادر ويطور واذاك هاي نقطة مركزية اللي لازم نعمل الأمر الإضافي اللي كيف نستطيع أن ننظم المجتمع في داخل هذه المدن لأنه مهم جدا تنظيم المجتمع وتنميته القيادة وظيفتها تنظم المجتمع تنميه وفي ذلك يكون مش بس من فوق إنما من تحت سياسات دائما فيه سياسات اللي بفكر ما فيه السياسات دائما فيه سياسات السؤال كيف نقوم بالحضور ومواجهة هذه السياسات من أجل تعديلها إثناءها الاستفادة من المساحات الممكنة فيها من أجل صد اللي أنا بسميها بإجاز مصفوفة الضبط الذكي القاسي والنائمي التي تمارسها السلطات إن كان الحكومية إن كان البلدية إن كان الجمعيات اليهودية إن كان أصحاب البيوت الموجودين الآن يعني ما نشوفها كأنه شيء عمودي فقط اللي موجود من الدولة إلى المواطنة أي خطأ أي خطأ في قراءة الواقع إنما هو فيه مؤسسات كثيرة لازم نشوفها بشكل أفقي وكذلك فيه مساحات بالرغم من ضيقة ولكن فيه مساحات كثيرة اللي ممكن الاستفادة بها من حيث أنه يجب أن نعي الإمكانيات ونقوم بالاستفادة منها واضح أنه نقول أنه الدولة بدأت سكان عرب ما بتقدرش سكان عرب موجودين بيافة وراح يستمروا بيافة وراح يطوروا بيافة السؤال كيف تمنح إليهم الفرص حتى هني أدرى بكثير مني أنا كيف يستغلوا هاي المساحات كيف يضغطوا على بلدية يافة بالمشاركة في الانتخابات المحلية لأنه مبنية على وعب سياسية كيف تقدر تشارك كيف تقدر تشارك على مستوى القطري وتتفاعل معها إنه هاي الأمور مهم جدا يعني القوانين اللي ممكن تكون تتفاعل معها في بنود من القوانين في أوامر منشورات من مدير عام في نوع من المخططات الهيكلية في بنود من المخططات الهيكلية كيف نسبة البناء وكيف استخدامها يعني في الأمور مركبة أكثر من لهذه الدجماتية النمطية في التفكير أنا أدعو في عملية بالرغم من الأمور بالسهلة أنا واعي لها ومش ساذجي أن أقرأ الأمور بطريقة نمطية إنما هناك في مساحة اللي يجب أن نراها في اليوم ولبكرة ونسعى لتطويرها السكان العرب في المواطنة العرب في يافا نحن الدموغرافوبيا كل هذا التفكير الدموغرافوبيا إنه صاروا زيادة هذا يجب أن نلعنوا ونظرها أنه نتعامل مع رحم المرأة وعدد الأولاد كأمر كخطر ديموغرافي هذا برأيي تعيس حتى أخلاقياً وذلك مهم جداً أن نعي هذه الأمور نواجه السياسات سياسات موجودة فيها صراع بين السياسات ويمكن أن نصيخ هذه السياسات يعني ممكن أن نشارك في صياغة هذه السياسات اللي تلبح احتياجاتنا إمكانياتها تصوراتنا إن كان في الليد إن كان في الرملة إن كان في عكا وبتصور نائب رئيس بلدية عكا الأخ أدهم بيشتغل أخوي موجودين في يافا بيشتغلوا مش كفاية لما نكون أغلبية ونشارك في الانتخابات وكون لحضور أكثر أنا بتصور أن نقدر نتني بالرغم من قلة المساحة الموجودة ترجمة نانسي قنقر